السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبيه المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم للصف الثالث الابتدائي لمدارس التحفيظ الحصة الماضية أخذنا وحصتين الماضية أخذنا سورة الجن قرأنا من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 13 في هذه الحصة بإذن الله سيكون أيضا معنا استكمال سورة الجن من الآية رقم 14 إلى الآية رقم 20 مع مراجعة السابق بإذن الله في البداية نراجع معا ونتذكر آداب تلاوة القرآن الكريم تذكرون أول أدب قلنا ما هو أحسنتم الوضوع إذن أتوضى قبل أن أمسك المصحف بعد ذلك قلنا الاستياك متعزين نظافة الفم مهمة جدا إذن أستخدم المسواك أو فرشات الأسنان بعد ذلك قلنا أحسنتم الاستعاذة والبسملة ممتازين عرفنا إذا بدأنا من بداية السورة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا قرأنا أي آية أخرى نكتفي بالاستعاذة ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازين بعد ذلك الترتيل أحسنتم يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا إذن دائما نقرأ القرآن بصوت جميل ونرتل أثناء التلاوة بعد ذلك أحسنتم الخشوع إذن نلتزم بأداب تلاوة القرآن الكريم دائما نقرأ قدر المستطاع في مكان هادئ ومكان نظيف حتى نتمكن من الخشوع والتلذذ بتلاوتنا للقرآن الكريم وذلك يجعلنا أيضا نتمكن من التدبر والتفكر في آيات القرآن الكريم أيضا خلونا نتذكر معا تنبيهات عامة أثناء حصة القرآن الكريم أول تنبيه قلنا احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى كل حرف نقرأه لنا به حسن من الله سبحانه وتعالى وهذا فضل عظيم لذلك أثناء الحصة مكرر استماعنا وتلاوتنا للقرآن الكريم فنحن نتقن تلاوة الآيات المطلوبة مننا وفي نفس الوقت نأخذ بإذن الله الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قلنا المتابعة في المصحف مهم جدا أبنائي وبراءة الطلاب أن نتابع أثناء الاستماع أو القراءة في المصحف حتى يكون التركيز أكبر بإذن الله أيضا قلنا التركيز على نطق الآيات مهم جدا أبنائي وبناتي أن نقرأ الآيات والكلمات قراءة صحيحة لذلك دائما أقول لكم فقرة الاستماع مهمة جدا أيضا إذا قرأنا الآيات عدة مرات فنحن نعيدها حتى تقرأون أنتم أيضا بشكل صحيح إذن القراءة الصحيحة والنطق الصحيح مهم جدا أيضا قلنا القراءة بتمهل حتى ننطق الآيات ونقرأها بشكل صحيح حتى نتمكن من الترطيل والخشوع يجب أن نقرأ على مهل ونستعجل في التلوة أيضا قلنا المحافظة على المصحف إذن دائما في نهاية الحصة نضع المصحف فوق الكتب على رف مرتفع ودائما نحافظ عليه من التلف آخر نقطة قلنا مراجعة السور السابقة وعرفتم أن المراجعة مهمة مراجعة سويا أثناء الحصة وأنتم كذلك المنزل تراجعون في أوقات فراغكم وذكركم أيضا ببرنامج مصحف مدرستي برنامج مفيد موجود على أجهزة الجوال الدخول عرفنا عن طريق الإيميل الرسمي للطالب في منصة مدرستي ونفس الرقم السري البرنامج مفيد فيه العديد من القراء والعديد من المميزات أتمنى أن تستفيدوا من هذا البرنامج إذن عرفنا خلال هذه الحصة سيكون معنا بإذن الله استكمال سورة الجن من الآية رقم 14 إلى الآية رقم 20 لكن في البداية سنستمع من الآية رقم 1 من بداية السورة إلى الآية رقم 20 إذن نستمع ونتابع سويا أتمنى أن تكون جاهزين الآن وفتحتم على سورة الجن إذن جاهزين نستمع سويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ممتازين إذن الآن نقرأ من الآية ونستمع من الآية رقم 14 خلال هذه الحصة مطلوب منا من الآية رقم 14 إلى الآية رقم 20 نستمع ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أحسنتم نستمع مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أحسنتم إذن استمعنا للآيات المطلوبة منها خلال هذه الحصة خلونا نشاهد أيضا بعض الكلمات المهمة التي يجب أن ننطقها بشكل صحيح وبعض الفوائد الموجودة في الآيات نشاهد معا الآية رقم 14 يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن من المسلمون ومن القاسطون من أسلم فأولئك تحروا رشدا إذن ننتبه هنا لنطق كلمة القاسطون القاسطون أي الجائرون عن طريق القصد والاستقامة نلاحظ حرف السين تحته الكسرة إذن حرف السي البعض ممكن ينطق حرف صاد وهذا خطأ إذن ننطق بطريقة صحيحة القاسطون الآية اللي بعدها وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أيضا مرة أخرى كلمة القاسطون ننتبه أنه حرف السين الآية رقم 16 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ماء غدقا أي كثيرا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي شاقا صعدا أي شاقا أيضا نكمل بقية الآيات الآية رقم 18 وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا طبعا نعرف سويا فضل الصلاة في المسجد عظيم وأفضل من صلاة الشخص لوحده فدائما نحرص على الصلاة مع الجماعة في المسجد فلا تدعو مع الله أحدا إذن الدعاء أيضا من العبدات العظيمة ولا ندعو غير الله سبحانه وتعالى نحن نعبد الله وحده لا شريك له لذلك ندعوه وحده سبحانه وتعالى نشوف الآية رقم 20 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إذن هنا أيضا دعوه لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة إذن الآن جاهزين حتى نقرأ سويا إذن نتابع من الآية رقم 14 إلى الآية رقم 20 نقرأ سويا بصوت عالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أحسنتم نقرأ مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ممتازين نقرأ سويا آخر مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ممتازين كده كن وصلنا لنهاية الدرس أخذنا سويا سورة الجن من الآية رقم 14 إلى الآية رقم 20 كذلك راجعنا على الآيات السابقة الله تكمل عافية شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن إنصاتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله شكرا لكم على خير